قبل ما اروح لفاصل حسنا فعل النادي الاهلي بالامس عندما اعلن عن قيمة اه تعاقد الحارس الناشئ مصطفى شبير اه انا بس هضحكوا شوية لانه الموضوع ده يضحك انا ابو انا اصلا انه اعرفش هكيم مضب كام كل ما في الامر انا بحكي لكم القصة بقى اول مرة احكيها يعني انا كنت مسافر فالولد تكلمني قال لي اه اه تكلموني في النادي يا كابتن ولا يا بابا ولا اي حد يعني اه عشان امضي تقولوا مبروك بس بس تكلمني قال لي انا مضيت تقولوا الف مبروك مبروك عليك برضو بس لاتكلمنا بكام ولا ليه ولا فين لعدة اسباب اولا ده النادي الاهلي اللي خيروا عليه وعلى ابوه وبالتالي من العب انك تتكلم معاهم في جنيه ولو انهم قالوا له امضي يا مصطفى وهتدفع في السنة كذا كنا هندفع واحنا مبسوطين واحنا فرحانين واحنا ممتنين جدا لانه خيروا عليه وعلى ابوه وعلى خلفوه ثلاثة ان علاقة ابوه بالنادي الاهلي دخلف اربعة واربعين سنة من سنة سبعة وسبعين حتى هذه اللحظة وتدوم حتى اخر العمر بامر الله وعلاقة الولد نفسه مصطفى بالنادي الاهلي بدأت من مكان سنه خمس سنين هو ده رؤية سنه وعشرين سنة يعني خمسطاشر سنة فاجمع بقى اربعة واربعين وخمسطاشر احسب حضرتك بقى تكلم في ستين سنة فهذا شرف ليه ان ينتمي لهذا الكيان زي ما كان شرف لابوه وشرف لأي حد من اسرته وشرف لأي لأيه في مصر يعني انا هتكلم على الاهلي تحديدا يعني ايه مش هفضل عشان وهنا وهنا كل واحد حر في اختياره النادي زي ما يحصل مثلا مع سيف ابن فاروق عفر وربنا وفاه يا رب ان شاء الله وايضا شرف كبير جدا ليه طبعا مش عايزة كلام فخصة الفلوس مع الناس دي مع الاهلي لأ مفيش فيها افصال مفيش فيها نقاش مفيش فيها حوار اصلا يعني يمضي بجنيه يمضي بنص يمضي بعشرة يمضي ويدفع فلوس يقعد في المدرجات يشجع شرف وسعادة وبهجة وامل عشان عدراجة اللي بقوا عارفين بس انا الحقيقة التزمت الصمت مرة واحدة بس اقتلت لكم والله يا جماعة العقد ما تمش اقول لان انا حتى نفسي شكيت انا كلمت الولد قلت له ابني هو اجدد لك عقدك قال اه 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 غيرولك عقدك قال لي لأ قلت له طب ممكن اقت اول مرة بقى ممكن اشوف العقد والعقد موجود في البيت بقى له سنتين فشفت العقد هو عقده زي عقد احمد طارق سليمان زي عقد الوادي الصغرين بالزبط النادي الاهلي عمل نظام لانه نادي منظم نادي عنده انضباط عنده اه دورة محترمة عنده ادارة منظمة وبالتالي كل شيء ماشي بنظام وباحترام شديد جدا جدا انا هو نادي القرن من شوية وانبلاش يعني اكيد بالتأكيد يعني فبصيت فحتى لقيته بالضرايب وعادي جدا برضو بقول له حضراتكم لو هندفع فلوس هنبقى سعداء جدا جدا يعني قلت له طب يعني الدنيا زي ما قال لي احنا محدش قال لي ولا حد يكلمني ولا حد قال لي حاجة واحنا ما نقدرش احنا ما نقدرش نتكلم في ده من ايام ما انا كنت بوقع للنادي الاهلي زمان يعني انا كنت كابتن النادي الاهلي وكنت جون مفيش اللانة وا 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 وكنت اروح كده والمقولة الشهيرة عقدي مع الاهلي ابدي دي مقولة طلع من العبد لله خلصت كده ولا حنكمل فيها تاني انا ما بتجرجرش الاخناقات ولا مشاكل ولا ازمات ولا برد ولا حرد ولا اللي هي في الكلام الفارغ ده رسمالك سمعتك وادبك واخلاقك واحترامك وصلت حكمة خدها من الحكم ان احنا بنقولها لي من دول فاصل ونرجعتها موسيقى